بعد عدة تأجيلات وشغور منصب رئاسة البرلمان العراقي لمدة شهرين اليوم يخوض أعضاء البرلمان معركة لحسم من سيكون رئيسا للمجلس إلا أن شكوكا قد تعتري عملية الانتخاب بسبب غياب التوافق بين القوى السنية ويعتبر أبرز المرشحين هم سالم العساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم ويعتقد مراقبون أن الأصوات ستتوزع على المرشحين الثلاث ومن ثم يتم التنافس بين أعلى مرشحين اثنين في جولة ثانية وحينها سيحسم الاختيار دون أي إمكانية لعدم حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة ونتيجة عدم اتفاق القوى السنية على دعم مرشحين واحد من المتوقع أن تمضي عملية الانتخاب والتصويت السري عبر طريقة التسخيط الفردي أي طرح الأسماء للتصويت ومن ثم عد الأصوات لكن ما قد يقلب المعادلة هو ترشيح شخصيات جديدة من خارج الأسماء والتحالفات المعلنة حيث يتيح الدستور لأي نائب وعضو في البرلمان ترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان لكن مراقبين آخرين يرون أن الجزء الأكبر من البرلمان والمتمثل بقوى الإطار التنسيقي الذي يمتلك 130 مقعدا من مقاعد البرلمان هو ربما التكتل القادر على توجيه أصواته لما يراه مناسبا للمرحلة القادمة أما القوى الكردية والسنية ستتوزع أصواتها بين المرشحين الأمر الذي يرجح حتى أن تكون ألية التسقيط الفردي والتصويت السري ستكون محكومة باتفاقات سياسية لتصويت أصوات أعضاء البرلمان نحو اسم دون غيره وأخيرا يرى مراقبون أن حتى لو توافقت لأحزاب السنية على المرشحين الثلاثة فأنها تحتاج إلى الإطار التنسيقي الذي يمتلك غالبية المقاعد في مجلس النواب هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق كانت قد أعلنت في الرابع عشر من نوفمبر العام الماضي إنهاء رئاسة محمد الحلبوسي السياسي السني البارز للبرلمان بناء على دعوة تتهمه بالتزوير ترجمة نانسي قنقر